توصل تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلساتها النقاشية ضمن مساهمتها في الحوار الوطني تضمنت الجلسات الأخيرة مفهوم الحبس الاحتياطي والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للخروج بالتوصيات جلسة نقاشية هامة نظمها صالون تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين حول كيفية مساهمة الحوار الوطني في وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي حيث تناولت الجلسة التي ضمت عددا من ممثل الأحزاب المختلفة عدة محاور تحدثت عن مفهوم الحبس الاحتياطية والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطية للخروج بتوصيات تساهم في معالجة هذا الأمر بنتكلم في قانون الإجراءات الجنائية وأهمية ادخال تعديلات علشان يتم ووضع محددات وضمانات للحبس الاحتياطي علشان ما تمسش بحياة المواطنين بشكل أكبر النقاشات كانت بتدور في هذا الأمر وكان فيه العديد من الأفكار اللي طرحت في هذا الاتجاه زي فكرة التوسع في الإجراءات البديلة والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي اللي هي بالفعل صادر بيها القانون رقم 145 لسنة 2006 بنتمنى إنه المشاركة اللي حصلت يعني بين قوى السياسية وأحزاب سياسية مختلفة جوه إنها تبقى مش بس على سبيل إن إحنا نبقى استدعينا حد وقعد وتكلم أو إنه فلان أو فلانا بيمثل أو بتمثل حزب ما أو حركة ما أو قوى سياسية ما لكن يبقى فعلا كلامنا ده بيؤدي إلى شيء مش مجرد بنخوض التجربة يعني حوارات ونقاشات تبادلية بين الأعضاء المشاركين تحدثت عن دور لجنة العفو الرئاسية نحو الحبس الاحتياطية وتعامل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع هذا الملف والخروج بتوصيات تؤكد على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع استمرار إجراء مناقشات حول هذا الموضوع بمشاركة الأحزاب السياسية المختلفة للاتفاق على تعديلات هذا القانون هو طبعا الجلسة دي كانت جلسة مهمة وموضحها مهمة وكان ما صار يعني نقاش واسع في سواء في الأوساط السياسية أو في المجلس النواب بتعد تشريعات أو في هذه الجلسة نفسها اللي هو موضوع الحبس الاحتياطي لأنه كان دايما بيتردد في الفترة الأخيرة أمور متعلقة بأن فترة الحبس الاحتياطي السقف الزمن اللي لها طويلة هو إجراء احترازي أصلا يعني المفروض أنه المتهم بريء حتى تثبت إدامته وبالتالي الإجراء الاحترازي ده المفروض يكون قصير المدة وينتهي بإجراء النقاش دار وكان هناك تنوع فكري كبير لأنه كان الصالون بيجمع أحزاب سياسية متعددة في الأراء والأيدولوجيات استفدنا جدا بطرح هذا النقاش الثري كمان قضية الحبس الاحتياطي بنشوفها طول الوقت أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يجب أن يبقى أنه إجراء احترازي وليس عقوبة ولذلك من المهم أنه نضمن نقاش موضوعي في قانون الإجراءات الجنائية ليحقق أن الحبس الاحتياطي يبقى في إطار الموضوع كإجراء احترازي وليس عقوبة دور هام تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال هذا الحوار الوطني الموسع للتنسيقية لجمع مختلف التوجهات والأراء السياسية المتنوعة لتخطو خطوات ثابتة بإنجازات كبيرة نحو حياة سياسية جديدة تخدم الجمهورية الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري